السياسي الآن هنا كذا اليوم رئيس مجلس الشورى الوطني جبهة العدلة والتنمية لخضر بن خلاف خلال افتتاحه مقار المدومة الانتخابية بالعاصمة أكد أن جبهة العدلة والتنمية ستقوم بعمل الحماية المدنية لإطفاء نيران العصابة من خلال التصويت على رقمها 14 ذا عيان المواطنين ضرورة الاقتراع ومراقبة كل تجوزات المسجلة لإنجاح هذا الموعد الانتخابي أتطيئة لإكرام بطاش إذن فما على الشعب الجزائري اليوم أن يختار ممثله بصدق ويختار من يقوم بشؤونه وأن من يعمل لمصلحته ومن ثم فعم عليه اليوم إلا أن يلتفت أو يلتفى حول مترشح قوائم جبهة العدلة والتنمية ويصوت عليهم يوم 12 أجوان 2021 ويصوت كذلك على رقم جبهة العدلة والتنمية وهو رقم 14 هذا الرقم الذي يذكرنا برقم الحماية المدنية ومن ثم فجبهة العدلة والتنمية في المرحلة القادمة ستقوم بهذا العمل لإطفاء نيران العصابة وأذنابها وأدرعها التي نشرتها في المجتمع فما نريد أن نحقق كل هذا من أجل إقامة الدولة الحلم التي حلم بها الشهداء ترجمة نانسي قنقر